إذا عيالك من مواليد ما بعد سنة 2010 لا تخليهم يحلمون بالأحلام القديمة اللي كنا نحلم فيها إلا أبصر دكتور أو أبصر مهندس غير أحلامهم من الحين قل لهم يا بابا ترى العالم قاعد يتغير وإحنا لازم نتغير بسنة 2030 مليارين وظيفة من العالم بتلغى بتلغى بالكامل أول وظيفة بتلغى مهندس الكهرباء 87% من وظائف مهندسين الكهرباء بتلغى من العالم العالم كلها قاعد يتجى حق الطاقة النظيفة خطوط الكهرباء اللي نشوفها في الشارع كلها بتصير بس حق الشبكات المحلية المولدات العظيمة بتصير من خلال الطاقة النظيفة فلازم منها الحين أشتغل على ولدي أو بنتي وغير طريقة تفكير لا تحلم بشي لا يمكن تحقيقها في المستقبل بعض الابهات كان يحلم أن يصير طيار وما زال يزرع في عياله أن أبيك يصير طيار لأنه أنا ما صر طيار لا لا قوله بسنة 2030 كل الطيارات ترى بلا طيار ما قولت قم للمعلم وقف له التفجيلة كاد المعلم وأن يكون رسوله MIT أكبر جامعة في أمريكا قاعد تحطمها لأنه منزلين على الإنترنت 130 مليون مادة تعليمية يبوني يلغون وظيفة المعلم مب بالكامل بتبقى على وظائف صغيرة بس يبوني خلوني التعلم كلها موجود على الإنترنت وإحنا إلى اليوم نسوي إدارات للمناهج ونطبع كتب ومش عارف إيش ما قاعدين نعلم عيالنا شلون يسوون سيرج شلون يبحثون عن المعلومة المعلومة يبوني يخلونها أفيلابل في كل مكان إحنا اللي لحين نختزل المعلومة في معلم وكل هالأكشن اللي قاعد يصير اليوم بفضل الإعلاميين في عام 2030 وظيفة مراسل صحفي رح تلغى رح يحل المحلة تطبيقات إلكترونية وظيفة المتنبئ الجوي اللي في بعض الدول يحصلون رواتب بالـ 5000 والـ 8000 دينار رح تلغى رح يكون مكانة تطبيق إلكتروني أنت بس فكر فيها أكبر شركة تكاسي في العالم عبارة عن تطبيق إلكتروني أوبر أكبر شركة عقارات في العالم عبارة عن موقع إلكتروني أكبر شركة وكالة سفريات في العالم عبارة عن تطبيق وموقع إلكتروني booking.com حتى وظائف السيلز مينجر قاعدة تتحول إلى مواقع إلكترونية صحاب وكالات السفر بعضهم بنا ومبراطوريات عودة booking.com بموقع إلكتروني كسرم وإذا كنت أنت من اللي عنده وكالات سفر قلها قولك يا يبترى ما بوارثك هذه المكان تشوف لك بيزنس ثاني يشتغل فيه لأنه خلاص وبس هاي الوظائف اللي بتلغى في عام 2030 من العالم كله حتى وظيفة حارس أمن في فندق رح يحل محل روبوت أمين مكتبة رح يحل محل روبوت أكبر موقع للأخبار الرياضية في العالم ما عنده ولا مراسل صحفي يعتبر كل مشجع في العالم يحضر مباراة إن شاء الله مباراة تضامن مع الاتفاق البحريني مسعودي يعتبر مراسل يحول للمبلغ دينارين في حسابه بمجرد أن يكتب له نتيجة المباراة كبر شركة تكاسي في العالم ما عنده ولا سيارة تعتبر كل صاحب سيارة في العالم موظف عنده تحول للمبلغ مباشرة في حسابه حتى المحاسبين رح تلغى وظيفتهم ويحل محلها تطبيق إلكتروني العالم كله قاعد يتغير الصناعة في العالم قاعدة تتغير الاتجاه العالمي في الاستثمار قاعد يتغير الوظائف قاعدة تتغير وإحنا أحلامنا للحي ما تغيرت إذا تبي ولدك يكون ناجح في المستقبل لا تخلي يحلم أنه يكون طبيب ولا مهندس ولا الأحلام التقليدية مالاتنا خلي يحلم أنه يكون واحد من هاي الخمسة وظائف يشتغل في علم النفس الصناعي لأن المصانع بيتحتاج من يهيئ لها البيئة لزيادة الإنتاج علمه مو بس إنجليزي علمه خمس لغات على الأقل لأن البيئات بيصير أكثر تشجيعا على التجارة علم صيني علم اسباني علم أنه يكون موجود في كل مكان يزيد فيه الاستثمار علم يكون مبرمج لأنه كل شركة في العالم بتطلب من يخليها تزيد في كفاءتها الإنتاجية إذا قالك أبا درستد قوله لا يعيبه أبيك تتخصص في علم الجينات لأنه في المستقبل راح يطلب أن كل إنسان لازم يعرف مستقبل الصحي مو تاريخ الصحي راح يطلب أنك كل إنسان يتم تعديل جينات الوراثية علشان يزيد في الإنتاجية قالك أبا صير مدرس كمبيوتر قوله لا لا أنا بك تتخصص في أمن المعلومات لأنه مستقبلا الحروب ما بتكون بصواريخ ودبابات الحروب بتكون بقرصانة المعلومات